نعم إجراءات وزارة الداخلية في اتجاهين اتجاه هو وقف النزاع من خلال التوسط العشائري لدينا مديرية شؤون العشائر نحاول نسحب حدة النزاع لكن بنفس الوقت القانون يأخذ مجراء يعني هذا الموضوع لا يمنع الإجراءات الصارمة تجاه الأشخاص الذين بدأوا بانتهاك القانون ارتكبوا جراء بحق الأشخاص تسببوا بإذاء ارتكبوا اطلاق نار عشوائي عراضة أي نوع من أنواع الانتهاك القانوني هذا ما يمنع القوات الأمنية تسير في اتجاه والاتجاه الآخر المهم هو تستخدم القوات الأمنية مبدأ الحكمة ومبدأ الاتصال مع زعماء العشائر من أجل تخفيض حدة النزاع لأنه الموضوع في بعض الأحيان يتعلق بنزعة عشائرية ونعرى عشائرية للأسف ما زالت موجودة في الكثير من المناطق نجحت اليوم القوات الأمنية في محو هذه التصرفات من العديد من المناطق والمحافظات ونالك محافظات الآن نفتخر أنه ما تصير بها حتى إطلاق نار عشوائي وين بقت هذه المناطق التي بقت منتهبة إلى الآن؟ وين سات اليوم؟ ممكن تقول لنا وين بقت المشكلة موجودة؟ يعني مثل أنطيك مثال أنطيك مثال الآن خل واحد يقول لي بالأنبار تصير هذه الحالات مستحيل في محافظة الأنبار التي بالأمس القريب كانت أيضا تحصل فيها هذه القضايا لكن مع الصرامة في اتخاذ الإجراءات يوما بعد يوم خفضت حدة هذه القضية وأنا ذكرت لك مثال أنه اختبرنا قوتنا في وزارة الداخلية حينما كان هناك احتمالية أو كان هناك توقع حدوث عمليات إطلاق نار عشوائي واسعة بان فوز المنتخب العراقي عادة ما يجري هذا الحدث يرافق إطلاق نار بشكل مكثف جدا لكن نشرنا قطاعاتنا في كل مكان وانطينا تحذير إلى الأهالي وبالتالي شفنا أنه لم تحصل أي حالة لإطلاق النار لذلك إذا أسمحت لي لا لا أنا بس أردت أعرف النموذج الذي نجح بالأنبار لماذا لا ينجح بغير محافظات أنا ذكر مرة يمكن قتلي قتلي كانت بغداد في مناطق في بغداد والعمارة والناصرية والبصرة أذكر آخر مرة أنه يكسلفنا بها كانت هذه المناطق الساخنة فهذا النموذج الذي صار بالأنبار لماذا لا ينجح بها المناطق؟ في بغداد حتى في بغداد نجح الموضوع الآن في وسط بغداد لا يوجد هذه الحالة تحدث ولكن فقط في أطراف بغداد يعني مناطق تحدث في مناطق شر بغداد أو جنوب بغداد في المناطق المتطرفة وأيضا انخفضت حدة هذه الحالات يعني انخفضت بشكل كبير جدا للمتتبع بالشأن الأحصائي يشوف أن هناك انخفاض كبير والآن دنسير بهذا الاتجاه من خلال هذه الإجراءات الجنوب لا طبعا الحال يختلف لكن مع ذلك نشوف هناك خفض كبير في حدة هذه الإجراءات نعم ما زالت تحدث بين الحين والآخر لكن احنا نواجه هذه القضية بشكل بكل شدة وبكل صرامة يعني في بعض الأحيان تصل بعض المواد إلى مواد مكافحة الإرهاب بالنسبة للأشخاص اللي يمارسون الدقة العشائرية وفي النزاعات اللي تحدث بين الحين والآخر ترجمة نانسي قنقر